لنكرر الكلام كثير لازم ننتبه انه اسس العناية تقيبا هي واحدة بكل منطقة من الجسم سواء الوجه الرأبة اليدين فأنا كنت دايما بقول عم النسبة للوجه والرأبة اسس العناية هي تنظيف ترتيب تغذية تقشير تنشيط اضافة الى استخدام الكريم الواقي الشمسي يعني لازم نستخدم منظف مناسب للبشرة مرتب ومن غزي وعطيتها كثير من الوصفات ممكن تشوفها واكتب عليها وصفة سحرية طبيعية اوكي لتخفيف علامات التقدم بالسن وهون نفس الشي لما عم نحكي عن اليدين لازم تنتبهوا انه العناية باليدين كمان هي ضرورية لانه في كثير من الاجراءات ممكن نعملها على الوجه كمان اليدين هي اكثر تعرضا كمان بسبب الاستخدام المعقمات والمطهرات والصبوبين وللأسف مستطرين ضمن هالامراض اللي عم تطلع نستخدم معقمات زيادة ولكن هذه المعقمات وحتى الصوابين تقتل الجراسيم النافعة الموجودة على البشر حتى في فطور متعايشة كمان عم تنقتل هالماسكات اللي حطيتها انا وركزت الفترة الماضي بتغزي بشكل او بالتاني الجراسيم النافعة طبعا التي تعيد احياء بشرة اليدين شوفوا الماسكات وعرفوا شو قصدي بين موضوع طبعا الاجراءات على اليدين هي اخف من الاجراءات على الوجه مافيك تعمل بوتوكس لليدين هيلازم تعرفوا هذا الشيء في بعض انواع الفلر مثل الراديس وانواع تاني ممكن الاجراءات هي اخف تأثير اخف على اليدين الجلد اسمك ما فينا انشد الجلد بهالاجراءات اللي ممكن ولكن انصيانه بالبلازما مثلا بالميزوثيرابي بالفراكشنال ليزر ولكن لازم تنتبهوا عليهم فهذه الماسكات الطبيعية كمان ممكن تعملوها بالفواصل بين هذه الاجراءات وهي رح تساعد كتير بحماية البشرة شوفوا الفيديو السابق وبتعرفوا تقريبا حطيت نفس الاسس اللي بنحكي عليها منظف هون ما فينا نقول منظف خاص لاليدين لانه تستخدموا منظف خاص لبشرة الوجه والرقبة المرتب حكينا كثير عن الترطيب التغذية حكيت كثير وماسكات ومنها ماسكات للتأشير وفي بعض الماسك حكيت عن ماسك شوفوا الفيديوهات المبارح ماسك العدس الأحمر اللي بساعد بتأشير الوجه والرقبة وكمان ممكن نستخدمه كماسك لتأشير اليدين شوفوا الفيديوهات السابقة وعرفوا أنا ليش عم حط وصفات طبيعية لتكملوا العلاج بين البوتوكس بين الفيلارب بين الخيطان بين البلازما بين السرس بين الميزوسيرابي قبل ما توصلوا للجهر